دوليا أعلنت سلطة البلجيكية عن اتخاذ تدابير جديدة في مواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بعد وكوفي 19 وقال رئيس الوزراء ليكساندر ديكرو خلال مؤتمر صحفي عقده أمسي الأربعاء إن إشارات الإنذار تومد باللون الأحمر وقررت سلطة البلاد إقرار إجبارية وضع الكمامات الواقية داخل الفضاءات المغلقة بالنسبة لشميع الأشخاص الذين تفقوا عمارهم عشر سنوات ابتداء من عشرين نومبر الجاري وفي المقابل لن تطبق إجبارية وضع الكمامات بالمدارس من جهة أخرى سيكون العمل عن بعد إجباريا خلال أربعة أيام في الأسبوع بهدف الحد قدر المستطاع من حضور الموظفين إلى مقرات العمل وخفض عدد الأشخاص في وسائل النقل العمومي سيكون هذا الإشراء بعد ذلك سريا لثلاثة أيام في الأسبوع